قمة ربعية بشأن سوريا بين زعاماء روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا تعقد في المستقبل القريب هذا ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية التي قالت إن وزير الخارجية سيرغي الأفروف سيزور أنقرة لبحث القمة الربعية مع نظيره التركي مولود جاوش أغلو وتكتسب المحادثات الروسية التركية أهمية استثنائية إذ سبقها تصعيد عسكري من قبل الطيران الروسي وقوات النظام السوري في إدلب في رسالة ضغط على الجانب التركي كما تأتي المحادثات في خضم حديث عن عملية عسكرية من قبل النظام مدعومة من الروس في محافظة إدلب وهو ما يرفضه الأتراك محذرين من تبعاته التي تنقل الصراع في سوريا إلى مستويات أخطر كما يأتي تصعيد النظام بإدلب في سياق اختبار جاهزية المعارضة المسلحة ورد عنيف من النظام على الحملات التي قامت بها فصائل المعارضة ضد خلايا النظام التي تروج للمصالحة معه ويتوقع أن تحسم المحادثات بين الوزيرين مصير منطقة شمال غربي سوريا التي باتت المعقلة البارزة للمعارضة السورية المسلحة وهيئة تحرير الشام ولم تحقق أنقراء تقدما معلنا على صعيد حسم مصير الهيئة التي لم تبدي حتى اللحظة أي تجاوب مع مساعي تفتيت عوامل الأزمة المتوقعة فهي ترفض حل نفسها وتعتبر سلاحها خطا أحمر وهو ما قد يدفع المعارضة إلى خيارات صعبة لعل أبرزها الدخول في صدام مع الهيئة كما يتوقع أن يحضر ملف اللجنة الدستورية وعملها في جينيف في جدول محادثات لافروف ونظيره التركي إذ تحاول موسكو الحصول على دعم تركيا واضح ومعلن حيال هذه المسألة مقابل سعي أنقرة إلى موقف روسي رافض للعملية العسكرية المتوقعة على إدلب